مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية والمواقع الإخبارية المحلية من أنباء وتحليلات اثنان من القادة الميدانيين لقوات الشرعية في تعز يتحدثان لموقع الموقع بوست ويقولان إن قوات الجيش والمقاومة عازمة على حسم المعركة خلال الساعات القادمة بنسبة 80% وإن أفراد الجيش والمقاومة يتقدمون بثبات ويؤمنون كل موقع يسيطرون عليه وقال العقيد معاذ الياسري للموقع بوست إنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك مفاجآت كبيرة أما عن المعارك في ريف المحافظة فقد تحدث العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع للموقع بوست وقال إن وحدات من اللواء 35 مدرع شنت عملية عسكرية استهدفت مواقع الميليشيا في جبهة الأقروض والأحكوم والصلو وحيفان وأضاف الحمادي إن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على جبل استراتيجي في الأقروض ومواقع أخرى في الأحكوم وحيفان ومديرية الصلو موقع يمن مونيتور تابع أحد موضوعات التعليم الذي يواجه تحديات لا تعد وعنوان الموقع مركز تربوي يحمل الحوثيين مسألة توقف التعليم في مدينة تعز بسبب القصف العشوائي هذا وقد حمل مركز دراسات تربوي يمني جماعة الحوثي مسؤولية توقف العملية التعليمية في مدينة تعز بسبب القصف العشوائي الذي شنه مسلح الجماعة وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الطلاب وقال مركز الدراسات والإعلام التربوي نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية الخطرة التي تعيشها مدينة تعز جراء القصف العشوائي والمتواصل الذي يشنه مسلح جماعة الحوثي وصالح على الأحياء السكانية والمؤسسات المدنية والمدارس والجامعات ما أدى إلى تعليق العملية التعليمية في جميع مدارس المدينة بعد أن قتل وجرح عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء وأضف البيان أن المركز تحقق من مقتل طفلين قنصا برصاص مسلحي الحوثي وصالح وهم في طريقهم إلى مدرستهم في منطقة المطار القديم بمدينة تعز خلال الأيام الماضية كما أصيب الطالبتان على الأقل أثناء عودتهما من المدرسة بسبب إطلاق قذيفة حوثية على حي الروضة يوم الاثنين مستشار رئيس الجمهورية نصر طه مصطفى يكتب مقالا عن خارطة الطريق الأخيرة ويقول في جزء من مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية شكلت خريطة الطريق الأخيرة التي تبنتها الرباعية الدولية وقام المبعوث الأممي بإعلانها صدمة بالغة للحكومة اليمنية التي تعاملت طوال أكثر من 17 شهرا بمسؤولية كاملة مع المجتمع الدولي في كل مساعيه لإنجاز السلام في اليمن وهو الأمر الذي يؤكد جد والسراتيجية تحالف الحوثي صالح في إدارة العملية التفاوضية وذلك بانتهاج أسلوب الرفض والرفض فقط لكل ما يطرح من تصورات لسلام وآخرها خارطة طريق التي تعد في جوهرها انقلابا دوليا كاملا على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية في مقدمتها القرار 2216 ورغم ذلك رفضتها الميليشيات الانقلابية باعتبارها تطلب المزيد في ظل التراخ الذي يبديه المجتمع الدولي فيما يتجه اللوم وهذا أمر غريب باتجاه الحكومة اليمنية على موقفها الرافض لها رئيس نقابة التعليم العالي منذ اليوم الذي رفعت فيه صوتها للمطالبة بحقوقها وحقوق زملائها لم تتوقف التهديدات والتعصفات التي تطالها وفقا لموقع الاشتراك نتو الذي علقه نقابة موظفي التعليم العالي تؤكد رفضها للتعصفات التي تطال رئيس النقابة وأكدت نقابة موظفي وزارة التعليم العالي على رفضها المطلق للتعصف الذي تعرضت ولا تزال تتعرض له رئيس النقابة أروى الغرافي رئيس نقابة التعليم العالي من قبل قيادات في الوزارة وقالت النقابة في بيان صادر عنها إن أعضاء الهيئة الإدارية في وقت سابق قاموا بواقعة جنائية بتغييرهم رئيس النقابة واختيارهم الأمين العام بديلا عن الغرافي لرئاسة النقابة كما قاموا بتغيير ختم النقابة علق محافظ شبوى أحمد حامد لملس حول التفجير الذي استهدف محيط منزله بأن ما حصل لن يثنيه عن مواصلة عمله وأنه عمل كان متوقعا وأضاف لملس لقد عقدنا العزم على أن تكون شبوى محافظة الأمن والأمان والتنمية ونحن سائرون في إيجاد تنمية بشرية واقتصادية لهذه المحافظة وأوضح محافظ شبوى بأن القوى التي تقف وراء العملية لا تريد الخير لشبوى وللمناطق المحررة وتريد إبقاءها في دوامة العنف والفوضى ليتسنى لها تنفيذ مشاريعها الهدامة وأكد لملس بأن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها وأن الأوضاع على ما يرام داعينا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والاتجاه صوب التنمية ومشاريع البنى التحتية وكان تفجير قد وقع أمس واستهدف محيط منزل المحافظة الجديد لشبوى وأدى إلى استشهاد مدني أثناء عبوره الشارع وجرح اثنين من المواطنين هذه التعز تحت هذا العنوان كتب أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء وديع العزعزي مقاله المنشور في موقع الموقع بوس وقال في جزء من مقاله هذه التعز تكتب على ضفاف الجرح ملحمة الموت والميلاد في وطني وتكتب للوجع والانتصار معا مليون قصة وألاف الحكايات تستيقظ من خلف الجوع والحصار فتوقظ في النفوس معاني الحرية والكبرياء على جبين مدينة ترفض البيع في مزاد التواطئ الدولي هذه التعز تقاوم نيابة عن من يتفرجون على الأرائك ونيابة عن من امتهن الفعل المساوم تصحو صحو الرياح والزلازل فتحرك الأحياء والقرى والشوارع لتخرج الآلاف ضد الهوان والتواطئ وترتدي زي المقاتل هذه التعز عنوان عزة وعنوان صمود وبقاء آتية من نبض المكان والزمان لتفجر فينا ينابيع الكرامة وتستعيد فينا الوعي الغائب هذه التعز مستشفيات وأحياء ومدارس وأسواق ومساجد تسيل دماؤها على البث المباشر أمام عالم يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وأمام مجلس يدعي الحفاظ على الأمن العالمي ويصدر قرارات لا تجد طريقا للتنفيذ ولم يجرع حتى على التهديد بها هذه التعز تنتفض على أطنان القذائف عبر الأجساد المفحمة وعبر البيوت المهدمة لتصنع بالصوت والصورة والأبطال نصرا جديدا هذه التعز أيها التاريخ فاشهد أنها لا يمكن أن تنحني مهما تعظمت المؤامرات واشتدت المكائد وقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية القوات الحكومية تسيطر على معقل الحوثيين شرقية تعز ومقتل 32 شخصا من الطرفين عنوان آخر المخلافة الحكومة ليست طرفا في اتفاق الحوثيين وكيري كما عنوان الموقع الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار وتقول الحل في اليمن يرتكز على المرجعيات الثلاث انعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه أكثر من 14 مليون يمني ومحاولة التغلب على الظروف القاسية كل هذا نقله موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية وعنوان مجوهرات اليمنيات مدخرات لمواجهة أزمة الجوع والحرب ينقل الموقع قصة أحد السيدات اليمنيات ويقول في التفاصيل السيدة كفاح محمد بعد عامين من المعاناة بظل الحرب المستمرة في اليمن لم تعد تستطيع مواجهة تكاليف الحياة المعيشية ووصلت حالة أسرتها حد الجفاف بعد أن أنفقت كل ما لديها من مجوهرات لتغطية احتياجاتها الأستاذة كفاح محمد تعمل في إحدى المدارس الحكومية في صنعاء معلمة أطفال تعيش حياة محبطة تماما خصوصا بعد أن استنفذت كل ما لديها من مدخرات ومجوهرات وعجزت الحكومة عن دفع راتبها الضئيل تقول كفاح قبل أيام كنت أملك آخر جرامين من الذهب بعته واشتريت بقيمته مؤنا غذائية لكنها لا تكفي لنصف شهر قادم لإطعام العائلة المكونة من ستة أشخاص وتواصل حديثها بمرارة للمشاهد بعبارة موجزة تلخص معاناتها مع الحرب والجوع لم أعد أجد حيلة للمواجهة وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد مصادر يمانية مطلعة قالت للقدس العربي أن كيري أبلغ الحوثيين أن هذه أفضل فرصة لهم للحصول على اتفاق يحفظ لهم حضورا وتأثيرا مستقبليا وأن عليهم القبول بهذه الخارطة وضفت المصادر التي قالت القدس أنها رفضت الإفصاح عن هويتها أن كيري حث الحوثيين على عقد اتفاق خلال الإدارة الأمريكية الحالية محذرا من أنهم لن يحصلوا على عشرة بالمئة من هذا الاتفاق في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي لن يرحب بأي نفوذ لإيران في الجزيرة العربية المصادر أكدت أيضا أن الوزير الأمريكي أبلغ جماعة الحوثيين أنه لا يرحب بأي دور للرئيس اليمني المخلوع وعائلته مستقبلا وأن عليهم وحدهم الاستفادة من هذا الاتفاق لأن الولايات المتحدة لا تثق به وأنه سيظل تحت طائلة العقوبات الدولية هو ونجلة بينما يمكن إعادة النظر في العقوبات التي تخص عبد الملك الحوثي وأخاه إذا التزموا بتنفيذ الخارطة عنوانت صحيفة العرب الجديد في إحدى صفحاتها التكتل المدني في تعز كيان تقليدي أم ضرورة ملحة حيث تعكف مجموعة من المكونات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والإعلامية والشبابية والنسوية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في محافظة تعز على تشكيل مكوين سياسي جديد أطلقت عليه اسم التكتل المدني توضح الصحيفة بمزيد من التفاصيل أن هذا التكتل هو تكتل جرت تحضير له منذ أشهر عدة وتعرقل لأكثر من مرة قبل أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية لعملية إشهاره تبرر اللجنة التحضيرية للكيان الجديد التي بدأت أولى جلساتها في الثامن من نوفمبر الجاري تبرر اللجوء إلى تشكيل التكتل بالقول أنه أصبح ضرورة ملحة بعد عجز المكونات الأخرى عن تحقيق الأهداف التي تناضل من أجلها هذه الفئات وطبقا لمسودة الرؤية الخاصة بالتكتل المدني والتي اطلعت العرب الجديد عليها تكمن أبرز أهداف التكتل في تحشيد الجهود السياسية والشعبية لاستكمال تحرير تعز وتفعيل مؤسسات الدولة والإسراع في عملية دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني وعودة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لممارسة مهامها ومواجهة الانتهاكات التي تطاول الحريات العامة والخاصة صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها الجامعة العربية ترحب بهدنة اليمن والشرعية تتمسك بالسلام وفق المرجعيات قالت الصحيفة إن الجامعة العربية رحبت بالإعلان عن هدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن والعمل على الدفع قدما نحو الحوار بين الأطراف اليمنية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة للحفاظ على اليمن شعبا وأرضا وكيانا بينما أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بيت بن دغر أن حكومته مع السلام الذي يمر عبر المرجعيات المعترف بها دوليا ومن يريد صنع السلام خارج هذا الإطار فهو واهم في إشارة إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي قال إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وحل الأزمة في اليمن وأضاف نحن لا نطلب في هذه المرحلة غير العدالة والمساواة العادلة التي تحافظ على قيمنا العليا واليمن موحدا والمساواة التي ترفع قيمة المواطن اليمني وتساوي بين كل فئاته استطلاعات الرأي والشعوب الجديدة تحت هذا العنوان كتب عبد الحميد الجماهيري مقاله المنشور في العرب الجديد كما يبدو من توالي الفشل في سبر أغوار الشعوب هو أن هناك لا شعورا نائما في جوف الأرض يستيقظ لكي يتوجه نحو البحث عن هوية جديدة غير معلبة وقد تكون رجعية ذات عنصرية كما في حالة الدونالد ترامب أو مجرد حنين إلى تاريخ الأن الجماعية كما في حالة بريطانيا نعم الهوية ليست حظ الفقراء فقط ولا حق الشعوب المؤمنة والسادرة في لاهوتها الرحب والطيب والمطمئن بل الهوية هي قلق المواطن الغربي من جنوح العالم إلى تشيئه بموافقته ولهذا يختار لوجوده وجوها تبدو قريبة منه فيحب الشعبوية ويفضلها على شعبية السياسيين المكرسين والذين ظلوا أمامه مثل تماثيل الحرية والعدالة فيما هو يغوص في بداهة البؤس اليومي غير أن ما لا تفقده هذه الشعوب هو أريحيتها الديمقراطية إذ لا أحد يخرج بعد أن تفشل هذه الاستطلاعات ليشكك في النتيجة بل يعتبر الفاشل أنه كان بعيدا عن حقائق معيشية وعن تشكل وعي جديد ونحن لم ندخل بعض خانة الرأي العام لكي يكون لنا أدوات استطلاعه هناك في أحسن الأحوال استمزاجات السلطة، نزوعات شعوبها وربما طلعات رأي على المعارضين تقوم بها مراكز الأمن بالأساس عنوان بارز ورد في صحيفة الحياة اللندنية يخص اللاجئين أوروبا تنتقد اللاجئين كلهم يريدون ألمانيا حيث أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود عن أسفه لرغبة جميع اللاجئين في الذهاب إلى ألمانيا وذلك خلال نقاش في بلدة سانفيتش البلجيكية الناطقة بالألمانيا وقال كلود إن اللاجئين يصلون إلى اليونان أو إيطاليا وبدلا من الموافقة على إيجاد ملجأ في مكان ما من أوروبا باتوا جميعا يريدون الذهاب إلى ألمانيا وهذا لا يجوز وتابع المسؤول إذا اعتمدنا التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فعلى اللاجئين أن يكونوا مستعدين للتوجه إلى المكان الذي يحدد لهم ونقرأ في صحيفة الاتحاد الإماراتية واحدا من أكثر الأخبار تداولا قضى ثمانية وعشرين عاما في السجن لأن الضحية رأته في الحلم وقالت الاتحاد إن محكمة أمريكية قضت ببراءة رجل من دينفر أنضى ثمانية وعشرين عاما في السجن في قضية اغتصاب أدين فيها لأسباب من بينها أن الضحية قالت أن اسمه جاءها في الحلم وأدين كلارنس موزيس ستون عاما في عام 1988 وصدر حكم بسجنه ثمانية وأربعين عاما للاعتداء الجنسي على جارته وضربها وألغي الحكم العام الماضي انتظارا لإعادة محاكمته وظل يقول إنه ليس المهاجم الحقيقي وقال ممثل الدعاء والدفاع إن المحلفين أمضوا أربع ساعات في التداول قبل أن يقرروا أنه غير مذنب في اتهامات بالاعتداءات من الدرجة الأولى والاعتداء من الدرجة الثانية والسطو بعد إعادة محاكمة استمرت أسبوعا عقلنا العربي هناك تحت هذا العنوان كتب حسن مدى ما قاله المنشور في صحيفة الخليج وقال في أجزاء منه يفخر العرب كثيرا بالمفكرين العالميين من أصل عربية الذين يداعوا سيطهم في الغرب وفي العالم عموما وتصبح أعمالهم الفكرية مواضع تداول وسجال نعطي على ذلك فقط مثالين رغم أن الأمثلة كثيرة هما أدوارد سعيد وسمير أمين الأول من أهم المفكرين المؤسسين لدراسات ما بعد الكولونيالية ونال شهرة واسعة خصوصا بعد صدور كتاب الاستشراق أما سمير أمين فهو مفكر اقتصادي مصري من أهم أعلام مدرسة التبعية إذن لماذا لم يستفيد الفكر العربي كما يجب أن يستفيد من الطرحات مثل هذين الرجلين رغم أن العديد من مؤلفاتهما باتت متيسرة ومنذ عقود باللغة العربية ولماذا لا يزال المهتمون بالقضايا الفكرية في بلداننا بعيدين عن الانشغال بقضايا عالجها الرجلان وقدما عليها إجابات مهمة بحيث أصبحت ملهمة لمفكرين مهمين خارج العالم العربي يدينون بالكثير لهما من نوافل القول إنه لولا أنه توفرت للرجلين ظروف تعليم جيدة في الغرب ما كانا بلغا ما بلغاهم من تفوق وألمعية والاهتمام بجهد الرجلين لا ينحصر في الغرب وحدها وإنما في بلدان أسيوية وأفريقية عديدة فيما الاهتمام بهذا الجهد عندنا لا يخرج من سياق التباهي وحده بأصولهم العربية المصور وفنان الشارع فليب إشارو يخرج سلسلة قوية من الصور التي تسلط الضوء على قضيتين قطع الأشجار غير المشروع واستمرار إزالة الغابات في منطقة غابات الأمازون المطيرة نتابع الصور التي وردت في موقع البي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء نتابع مجموعة من الصحف العربية نتابع مجموعة من الصحف العربية